هل المجتمع الدولي، البعثة الأممية، ستعيد إحياء ملتقى حوار سياسي جديد؟ هل سيحدث ملتقى حوار؟ هو هذا الخيار الأقرب، وهذا ما سيناقش فيه في الولايات المستحلة بنسبة كم سياسين، أستاذ أشرف؟ شوف، أنا لا أريد أن أطرح لك معلومات حتى يفهم أستاذ المشاهدين في شهر ديسمبر عقد اجتماع في تونس على هامش اجتماع الأمني بين الخمس دول، لدول دائمة العضية في مجلس الأمن، أمريكا، بريطانيا، فرنسا زائد إيطاليا وألمانيا، لم تحضره هذه المرة مصر وتركيا كما حدث في السابق اجتمعوا مع باتيلي، وهذا كان مقدم للبيانات التي صدرت يوم 23 ديسمبر الكلام حدث أن نعطي فرصة خلال الشهر الأول من السنة ونجتمع في الولايات المتحدة في يوم 15 و16 فبراير قبل إحاطة باتيلي يوم 16 فبراير أمام مجلس الأمن على الوضع في ليبيا وفي ذلك الاجتماع نبدأ في رسم البديل والذي هو عبارة عن حوار سياسي وكيف يتكون هذا الحوار السياسي هذه المرة في السابق عندما كونا الحوار السياسي تعتون سوشينيف كونا من أصحاب المصلحة في البقاء وفي تقاسم السلطة لذلك تم التركيز على صنع السلطة تنفيذية جديدة اليوم يتم الحديث على أن أي حوار قادم يجب أن تكون الغالبية فيه من أصحاب المصلحة في الانتخابات وليس في تقاسم السلطة لحظة 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 سيد أشرف شن معناها هذه هذه معناها كبير لأن ما هوش مجال أني نفصل فيها لأنها قلت لنعطيك معلومات قلت ليا محمد نعطيك معلومات أنا أعطيتك معلومات عطيتك معلومات أنا نعرفها هذه متاع الاجتماع تعلواتم تحت الأمريكية وفبراير نعرفها لكن الناس ما يعرفوهاش طيب ممتاز بارك الله فيك لكننا بنعرف شن معنى اللي عندهم المصلحة في الانتخابات لأن التركيز في هذه المرة يريد إعادة كرة تجربة ستيفاني ويليامز في تونس ويجينيف والتي أنتجت شيء صحيح أنه ما هوش الشيء الذي كنا نطمح ليه وهو الانتخابات يوم 24 ديسمبر لأن أصحاب المصلحة الذين ضغطوا في أنه يجب تشكيل حكومة أولا قبل الذهاب إلى الانتخابات هم الذين رجحت كفتيهم في تلك المرحلة ولكن هناك إنتاج مع معارضة مجلس النواب أنت رحظتوا أنه قبل الاجتماع قبل الحوار السياسي في تونس ويجينيف كانت هناك معارضة من المشري ومن عقيلة متهديد بعدم المشاركة لأنهم أقلية لأن كان الحوار في الأول يتركز على 13-13 من مجلس النواب ومجلس الدولة و13 آخرين تختارهم البعتة لذلك الغالبية عند مجلس النواب والدولة في التمتيل ستيفاني أخلت بذلك وأضافت عدة شخصيات من بينهم حتى ضيفك أحمد الشركسي ووصل عدد المشاركين إلى 75 بالتالي أصبح عضاء مجلس النواب ومجلس الدولة أقلية ولكنهم لم يستطيعوا إيقاف المسار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر